مساء الخير على الرغم من التحديات والصعوبات البالغة التي واجهتها الحكومة السعودية في ظل الأزمة الراهنة إلا أن ما قامت به المملكة تجاه مواطنها كان له الأثر في تخفيف حدة أزمة كورونا الحكومة السعودية وماذا قدمت لمواطنيها في أزمة كورونا نعود بذكريات إلى أولى القرارات الاستباقية بين دول العالم في أول رحلة إجلاء للمواطين من دول الخارج قادمة من أندونيسيا وعلى متنها 250 مواطن وتلتها بقية الرحلات من كافة دول الخارج إلى السعودية توفير الفنادق الفاخرة في السعودية بكافة خدماتها كمحاجر صحية للمصابين بالفيروس السعودية بدأت في إجراءات احترازية مشددة قبل تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس وأولها قرار بمنع التجول والحجر البنزلي في عموم المملكة وفي إطار إنساني أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج مجانا للمواطنين والمقيمين بل لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل ورعاية صحية مدفوعة التكاليف في المستشفيات الحكومية والخاصة قفزة أخرى في مجال التكنولوجيا بتسخيل التقنية أثناء أزمة كورونا بتطبيق تباعد وتوكلنا للمساعدة في إيجاد حلول سريعة لعملية التصاريح للخروج في أزمة كورونا وفي سبيل الحفاظ على الصحة العامة تعليق العمر وزيارة المسجد النبوي للمواطن والمقيم تفاديا لتفشي الفيروس أمر سامي أيضا يقضي بتطبيق التعليم عن بعد للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني في خطوة هي الأولى من نوعها إذ يأتي ذلك حرصا على الطلاب والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا مبادرة من الحكومة السعودية لمساندة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي الأكثر تأثيرا من تبعات هذا الوباء حيث يصل حجم الدعم لهذه المبادرات إلى ما يزيد عن 120 مليار ريال سعودي في وقت سقطت فيه اقتصاديات بعض الدول شفافية ملحوظة في التعاطي مع هذه الأزمة بإعلان تحديثات يومية لحالات الإصابة وحالات الشفاء والوفيات في مؤتمر يومي مباشر وأخيرا نصف مليون ريال سعودي أمر بصرفها خادم الحرمين الشريفين لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا للعملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص مدنيا كان أم عسكريا سعوديا كان أم غير سعودي ويسر ذلك ابتداء من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس مواطن أو مقيم أن تمحور اهتمام القيادة السعودية والتي سطرت مواقف دولية تاريخية في مواجهة وباء كورونا ولن تقف عند هذا الحد وإلقى الشعار التي رفعته السعودية الإنسان أولا إلى هنا مشاهدين الكرام ونعود إلى الزملاء في دبي